ترجمة نانسي قنقر سنتحدث عن مكون رائع جدا بفاكهة السفرجل السفرجل غني بالمواد المغذية مثل البيتامينات A وB وC وألياف وكذلك معادن مثل بوتاسيوم نحاس وسيلينيوم وزينك وفوسفور وكاليسيوم وحديد وميغنيزيوم وهو رائع جدا لوصفة إزالة التجعيد حيث السفرجل في هذه الوصفة يساعد في التمتع ببشرة صحية ونظرة وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسادة وبيتامينات موجودة به كما تعمل هذه المواد المضادة للأكسادة على القضاء على الضرر الذي تحدثه الجذور الحرة الأمر الذي يقلل من ظهور التجعيد ويساعد في حماية البشرة من أثار الشمس يحتوي على نسبة عالية جدا من الفيتامين C الذي يحسن من مظهر البشرة طبعا وهو يزيل التجعيد بشكل رائع جدا نستغل موسم السفرجل بإعداد هذه الوصفة السهلة جدا والمفيدة نأخذ ثمرة السفرجل قطعة واحدة فقط نقوم ببشرها في المبشرة الناعمة نبشرها ناعم جدا كأننا نتحصل على عصير السفرجل نأخذ حوالي ملعقة طعام كبيرة من لب السفرجل وهو طازج نبشره جيدا ونضيف عليها هذه هي لب السفرجل ناعم جدا ونضيف عليه المكون الثاني وهو الزبادي الطبيعي الزبادي الطبيعي أو اليوغورت أو الروبة طبعا به حمض اللاكتيك وهو من الأنزمات الطبيعية الموجودة في الزبادي والتي تعمل على تطهير المسامات وتضييقها كذلك تؤثر يعني هذه الوصفة إيجابيا على البشرة وتزيل التجاعيد وتعمل كذلك على التخفيف من ظهورها والخطوط الدقيقة والندوب وتجعل البشرة أكثر نعومة هذه هي الفوائد ملعقة شاي بملعقة طعام كبيرة من لب السفرجل نخلط المكونات جيدا ببعضها البعض بهذا الشكل إذا كان عسل النحل متوفر يمكن إضافة ملعقة شاي صغيرة من عسل النحل صاحبات البشرة الجافة جدا يضيفوا ملعقة من زيت جنين القمح أو زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند على بشرة نظيفة نقوم بتوزيع هذا الماسك ونتركه مع الاسترخاء طبعا ونوزع هذا القناع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة وبعدها نقوم بغسله بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات ونقوم بتجفيف البشرة جيدا والترطيب يكون حسب نوع البشرة وأفضل أن يكون الترطيب بزيت جنين القمح أو زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند يكرر هذا الماسك مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج هذا الماسك آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وكذلك الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان حتى البنات ممن يعانون من مشكلة التجعيد يمكنهم عمل هذا الماسك وبكل أمان بالأخير لدي بعض النصائح بالنسبة للحوامل بالنسبة لفاكهة السفرجل أنصح الحوامل بشكل عام أن يتناول هاته الفاكهة الرائعة لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الحامل وصحة الجنين كما أن تناول فاكهة السفرجل تقلل من احتمال الإجهاض وذلك إذا ما تم تناولها طازجة في الصباح على معدة فارغة وتناول ملعق من عسل النحل معها كما ويمكنك كذلك تناول السفرجل على هيئة مربى مصنوع في البيت لأن هذه الثمرة تقلل من الدوار الذي تشعر به الحوامل طبعا هذا الماسك يستخدم لمرة واحدة فقط لأن ثمرة السفرجل تتأكسد بسرعة بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى أدعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر